عاصل اليوم مرحب بكم من الناس الكل في قناتي وزع اذا نسميها فضيحة مهز لها نقطة سوداء في تاريخ الكورة الافريقية وماش اول مرة تصير في الكورة الافريقية بالذات الكلنا نذكر باش حاول انتصار تقبل كما هك واليوم حثة غريبة الحكم السي كازوي يزافر نهاية المقابلة في دقيقة 85 لعبت كل بيتا قلهم كم يوالعبوا غيرها يصار الخطر بعد شوية الحكم يزافر نهاية المقابلة في دقيقة 89 وبعد ما جوية خرجوا صحيح الحكم يقول لهم يجواجوا وانعبوا بصراحة واحد ما فهم حد شي بلي يصار اليوم في المرات هذية من المفروض معنا الحكم يزيد على الأقل 6 خطر واخباد الضاقع لكن المشكلة الحكم ما يوصلش لدقيقة 90 جملة الماش وقف في دقيقة 88 معناه ثانية معناه الصراحة غريبة باشا اللي يصار اليوم في المرات هذية العباد معناه مش فهمشني الوضع معناه وبعد ما الحكم تلب من اللاعبين العودة للميدان بعد ما تعددت أقليبا أكثر من 15 دقيقة كيف تلب الحكم من اللاعبين العودة للميدان لكن اللاعبين على المنتخب المالي من لو رفضوا ولكن بعد المنتخب المالي خمف الأمور بالنحية قانونية فمدر المنتخب المالي رجع للميدان وهبطوا اللاعبين من منتخب المالي ولكن اللاعبين من منتخب التونسي هم اللي رفضوا العودة للميدان بسبب رفض العودة للميدان هذية واضح أنه المنتخب التونسي يحب يلعب على الجانب القانونية لأن الحكم يزيد ثلاث دقائق ثلاث دقائق في الماتش الزائد سعي بياسر بعد اللاعبين راوح ورجعوا الفيستير وبردوا صريع على الماتش سعي بياسر إذا كنت تلعب ثلاث دقائق لكي تعدل فيهم وبالتالي يقول المنتخب التولسي قرر باش أنه يلعب على الجيم بالقانونية ذاكي عايش المنتخب التولسي الفرض للعوضة للملعب وباش يلعب على الجيم بالقانونية لمحاولة إعادة المقابلة بالقانون الشيقول في المادة سبعة كوط القدم القانون يقول أنه المباراة التي توقفت نهائية قبل نهايتها يجب إعادتها ما لم ينص على خلاف ذلك في لوائح المسابقة هذا القانون الشيقول معناها أحنا عنا تاو بإمكانية إعادة المقابلة تاو اللاعب الكلا باش توقف في ذلك المنتخب التولسي يقدم إحتراز والقانون تقريبا نجمه وفما إمكانية القانون يجي معنا حكاية بخلافة لنا القناة بخلافه إنه ليس نصل على بغاية الخلف فما كأس المسابقة أمم الرفيقية تقريبا Late please هي لواح المقابلة التي نعرفها بكلها نسبة 90 دقيقة مجال لكم مقابلة امكانية انها قطع إ لم ينصل 20 دقيقت لك أشيء لمقاطنur تكون قليلا بكل Empqua asset تخاف فوائل امور وخاصة ان هذه المسيب قول ما تشويتها لبعضها معناها تخاف من قرار الكاف تنبش تسير وعودت المنتخب المالي وبعض اذا ان هذه الكل تبقى توفية الكاف في اللعبة كلها ولكن بصراحة هذه الكل ومشكلة هذه الكل هي فضيحة في كورت القدم الأفريقية كما قلنا وتبقى كورت القدم الأفريقية نقطة سوداء بصراحة وما يشي تحسنه طوما دائما نمشي بها معناها كل ما نقول وهنا بدينا نتحسنه هاردي نشوفه في بعض التطور القرار الأفريقية تشي حاجة كما قرى وهنا رين انتهو كراس الأفريقية ذي مهزلة بصراحة تلتوى حتى تلتوى لو تذي مهزلة لا مستوى عالي ملاعب كارثية وزيد تحكيم ما عندك ما تقول معنا تحكيم ملاعب مستوي كل شيء في كراس الأفريقية ذي سيئة جدا بصراحة هناك معناه يزم حل المشاكل الرئيس وكهو معناه يتكمل كافة الرئيس وكهو اللي بتصير معناه يتوفر ماتشه ريس ما نعفوه شهر هستو عاد المقالوه ان شاء للتعاود هي لانه مدخب التونس يخسروا إحدى دليلات كما تعرفوا وما يغطيش المشكلة ذي الكل على دليل يكيرثي القدم مدخب التونس يخسر خلال الشوط الأول اليوم التونس بصراحة ملعبتش خلال الشوط الأول مال يكير منك مال يكير منك مال يكير منك مجمل مسابقة بغلال رابط جايزين ريحة الخاز ريو في ماتشه ريو بالتعاود بصراحة ولكن نتحدثي عن الماتشه ريو اللي قادر منتخب ما يلعب خير منه وما تفوقوا عليها في الماتشه ريو خلال الشوط الأول إذن بأهلا توا خصصنا الجزء من الفيديو حكينا فيها على المشاكل القانونية ذي ومتع الماتشه ريو إذن ما نحبش نتعمق أكثر في التفاصيل الذية إذا كيفما قررت أن نسمع به في قدم الساعات ولكن توا خلينا نركزوا معناها على الماتشه ريو نحكيوا علي ترتيكيين للمنتخب التونسي كما قلت لكم ما قد نسمع التواجهة اليوان إذن نحكيوا على التشكيل نزلي بالمدارة منظر الثبير اللي كان في الماتشه ريو في شكل 3-4-3 بالاعتماد على البشر بزعيدة الحصنفات كقلوب دفاع للقاو التالبي واللاعب بلاي العيفة ومعاهم بروع علي مين القارضة تلوثي علي سن القاو علي معلول في وسط ميدال للقاو الصنعية السخيري ومعا العيدوني فالهجوب حد نبع المجبري ووهبي الخازري ومعاهم اللاعب نعيم السليتي إيرانيو في ماتشه ريو بصراح المنتخب التونسي يقدم وجه سيئ جدا خاصة في بداية المقارب بداية المقارب لحسين المنتخب المالي أفضل منه بكثير المنتخب المالي بصراح أخطأ للمشاكل كلها لكن يستحق رمح بتاعه لي وإذا كنت تحكيوا بعدها واقعية على الميديانة الرائعة بصراح المنتخب المالي يتحبوا لتلك المنتخب المالي يتخير منها ولكن هكذا استلمنا شوية على الأمور القانونية وإن شاء الله يتنبحوا بأمور القانونية إذا كل يوم تحكيوا على المنتخب المالي فإن المنتخب المالي يعمل ضغط عالي على دفع المنتخب التونسي أعاقب إلى الهجمة إذا كنت لا عرضوا في الشرط الأول بصراحة سينا بصراح اللاعبين وعرش في نهارهم جبلة العيدوني والسخير يوم معهم ينشفوا ماتشه ريو خاصة أنه اللاعبين من المنتخب المالي ضغطوا برشا على توصيل بيدان فإنه ما خلهم شي يخرجوا ويبنيوا الهجمة بشكل وارح فعنى المداعبين الذين يوم قد مش داروا بشي يبنيوا الهجمة وخاصروا الأطراف زد الأطراف كثير قريبا تصل الكرة اللاعلي معلومة والبثلوثي تلاهروا بصعود كبير من الأطراف بتاع المنتخب المالي أو حتى الأظهر بتاعهم يسعدوا للضغط على الأظهر بتاع المنتخب التونسي فإنه لقاء برشا بشكل في داحية بلا الهجبة عليك تكروا مدوثين خلال شهر RE1 والمنتخب التونسي تكيف برشا بشكل بسرحد بسرعة في إخراج الكرة ونقلها من دفاع لهجوم كل شي بسر photographer كان المنتخب المالي مثالي من ناحية التانظيم من ناحية الضغط العالي على المنتخب التونسي المنتخب التونسي تضغير برشا من شكل خلال شهر RE1 بعدما خطفتنا كرة و اللعزوز ما عنا يا خرجنا بها من دفاع لهجوم ولا كان أغلبية كرات قاسة المنتخب المالي اور ما خليش المنتخب التونسي تقدم يهجوم وبسراح كنا محظوظين في شرط الاول ان المنتخر المالي ملكيشنج eagle für أين هجوم متاقض مع التوزيعات متاعه مع التقدم متاع اللاعبين ولكن كنا محظورين معناك يمكنكم أن المنتخب المالي بكل شنجع برشا خلال شهر الأول وجومية ولكن الحكاية الكلة معناها اليوم أن اللاعبين قلوا بدفاع المنتخب التونس بسرعة كانوا باهين إذا كنت تحكيو له مع خاصة ركز لي على بلاد العيفة واللاعب التالبي لعبين نظومك كانوا حسن لعبينه في الميدان بصراحة ماتش كبير قدموا لعبين نظومه ونجمعوا يقولوا عن دفاع باهين لكن يجب إصلاحات تصير على مستوى الأفراد مستوى الأفراد خاصة أن الدفاع تلاهروا اللاعبين سيبتديوا يقدموا مستوى جيد لكنه مجروميا صراحة المنتخب التونسي الرجوم منذ باشخد الشهر الأول خاصة أنه حتى يتلعب كرة عالية لا تجب أن تأخذ كرات عالية بالخزري ومجبري وسلية لعبين قسارة في القارب يعني لا تجب أن تأخذ كرات عالية عليهم الوقت للمنتخب المالي عنده لعبين طويل في الدفاع هذي كل ما يعني خذ المنتخب التونسي عنده أمور معاقدة برش خلال الشهر الأول نحن بعد ما يريد أن نرد الاعتمد عليه في القارن هذية لأنه ظروف صعبة برشة بصراحة ومزيد اللعب في المنتخب التونسي ما هوش بتاع كانت ما هوش بتاع كانت تحبوا يتكره اللعب هذية هكذا لعبنا في كائس العرب بخلايا فرصة كبيرة في كائس العرب باللعب القارب المقابلين كان هذية يدخلك في اخر الماتش لكن ليس لعبك ماتش كامل في كل حرارة الريكا وهو عبر سنة معناه وما زي ما هوش مستنسب أجول الموسيبقات الأفريقية بصراحة من بعد وليه أخير ونعتمده على اللعب آخر عامده خبرة أفريقية معناه في وسط الميدان أو في أي مركز آخر معناه نجم تزيد اللعب في ماتروس الميدان أرطاني بتعتمد على اللعب مهيجن في بلاستو ويمكن تحرف التشكيل بتاعك معنا في الأخر ولكن بقول لكم اللعب حدو مع البجر اللعب نقص بباشة خبرة أفريقية وبالتالي نخيار عدم الاعتمد عليه في المقابل القادمة في الكالسفور الأفريقية إذا اليوم أهدائي يجب أن نأخذ الشرط الأول الشرط الأول كمقلوب كنا في محظوظين أن نقبل إليش هدف أول معناها بعد الضغط الكبير منطق المالي المنتخب المالي كمقلوب كان نقصه بعد نجيعه هجومية والشرط الثاني بدأ المنتخب المالي بسراحة كما ننخل بداخل الشرط الأول والمنطقب المالي يجب رب الجزاء صحيحة بسبب لغير منطق المالي על المنتخب التونسين في اللغغة posnnari في صحيحة الأول وما يحقق لبقر منطق التونسي المنتخب التونسي بعد مقبل الهدف أول هذه المشكلة هذه المشكلة المشكلة يدخلات لاعب في اللجو 조�ينج تعمل رياكس يوم صغيرة جاءت صحية ودخلنا الخاوي مكان اللاعب حنبع المجبري ومعناها ودخل بن سليمان مكان اللاعب العيدوني ممكن بن سليمان جاء شوية نعتبروه قدم شوية حاجة تباهية ولكن مش مش كبير برشة انا جميع نقوله وده زاد الخاوي مرينوش برشة في الميلمات شرية بسراحة كان ممكن تقريبا افضل تكتيكية اللي المنتخب توصل اليوم مرنوش بسراحة الجملة تكتيكية اليوم مرينوش برشة مشاكل المشاكل اللي كل الليوم عليها المودار منظر الكبير بسرا بسراحة ما تغطيش الامور التكتيكية بسراحة بعض الماتش معنا فما حاجة تكتيكية بسراحة ماش ناشحة خاصة انك تشوف الشوت الاول الشوت ثين سيطرنا صحيح ولكن بدون نجاعة هجومية ولكن خلال الشوت الاول بسراحة الامور غسائة جدا من موت خبتوسي مش عارف يخارج كورة وينتقل بالدفع للهجوب لذاك عشيز من مراجعة الحسابات في الماتشوية القادمة معنا معنا عنده طول السنة الكوبدافريك نصبه اي طالف النهرية حتوف الكوبدافريك ومبعا نشوف شونه بس يصير بالضبط بي اذا هذي اللي حكينا معناه ماتش هذي المنتخبتوسي وينطلع للضغط بعد ما اخذاء ما قبل الهدف المنتخبتوسي يطلع شوية تقدم الوزوم بسراحة برشا اللاعبين ما كانوا ضدون مستويه اليوم مثلوثي مثل العليمين السبتة او ميش دقيقة برشا دي مضايعة عليه صار معلول نجمه يقوله هاو كوبارة كيكوبارة لليوم مستويه متاعه كين بسراحة اقلب اللاعبين ليوم كانوا خارجين على تركيز متاعهم وبعد من سليمانيوك يتخلي تحرك ش شوية فرص المايدان اعطى شوية تمريرات قدم شوية الهجوم عاون شوية وجيب فرصة خطيرة معناه للمنتخب التونسي وبعد جيد رب الجزاء اللي بصراحة الخزري بزايدة يستريح وقت واذا كنا مسجلة لحكي وعلي سيري واخر طاوة ولكن الخزري ضيع رب الجزاء بغرابة بصراحة لحاصة نحاها بني حاصل المنتخب المالي بصراحة زايدة برشا والله فرصة عبونتو ذيكا ما اذيكا ما اذيكا ما اذيكا ما اذيكا ما اذيكا خاصة من دقيقة 79 خاصة رايحة بلايش في كاس افريقيا ضياحة الخزري هو صحي جاب رب الجزاء وعمل مراوة قبل الحركة اللي جاب بها رب الجزاء وجاب رب الجزاء بعد من لاعب من منتخب المالي مسر بهدو ولكن بعض ضياحة بصراحة غريبة برشا من الواعب وهبي خزري اللي اخر بلانتيزة ضياحة من منتخب التونسي ضد زامبيا وقتها ذيكاة الفاكروني في تصفية كاس العالم وقتها في الجولة الاخيرة وانقد جيت بلانتيزة وضياحة اللاعب وهبي الخزري اللي يوفر ماتشة ليجي وهبي الخزري ويعود ض بلانتيزة يحرم منتخب التونسي والتعادل فاتس هذيه بيجاة وتعد ذي الكل ومنتخب التونسي يحاول شوية ولكن سرحت هزي له معناوين بعض مضاعتك لبيلاتتي وفي الآخر هكمل زفر هيت المقارب后 5-4 وفي اهلة اولى وفي اهلة ثانية زفر هيت المقارب后 3-49 حكينا على ذلك كل في اول فيديو ومعنا الامور التنظيمية ذلك كلنا حكينا علي في اول فيديو وفي الاخر معناها الماتش وفير معناها وبعد ما رجع اللاعب المنتخب المالي المنتخب توسي يرجع إن شاء الله بركة قلون يوسفنا وإن شاء الله بركة معناها الماتش يتعاود ونجم ونقدم مستوى الأفضل من اللي قدمناه خلال المقابلة الأولانية إذن كنت تكون كمانا التحليل الذات سبحانخي ونسكونا نتلقى معيدة رضي أخرى